بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى هنتكلم على قايمة وقايمة لبرنامج. الحياة القايمتين دول مهمين لو انت عاوز تزبط بقى الشغل بتاعك وتظهره قوي. فتبدأ نخش على قايمة لو انت عاوزت تكتب حاجة معينة. تكتب كلام معين مثلا هتجيبها منين. تخش على ومن تخش على الجزء اللي هو بتاع اه لو عايز تحط صورة او عاوز تعمل شكل من. عايز تعمل تحط تحط اي رمز انت عاوز رمزة هندسة طبعا اه من. عايز تجيب لو انت عايز تجيب حاجة من ايه من اه برا. اه لو انت هنا بقى الصندوق العدة لو انت مش عارف تجيب الصندوق العدة منين اللي هو فيه الادوات يعني صندوق الادوات ممكن تجيبه من هنا من قائمة في موجود كل العناصر الالكترونية انت ممكن تتعامل معه. بعد كده لو انت عاوز ترسم لو انت عاوز تحط اسلسكوب بقى وهترسم. بتدوس عليه وبعد ما بتدوس عليه بتيجي ساحب ويطلع لك مربع المربع ده انت من خلاله بتقدر ان انت تظهر الرسمة بتاحتك بالشكل ده. هنا الرسمة بتطلع لك في الجزء ده. وتقدر تمسحها من خلال تعمل طيب بعد كده قائمة قائمة دي قائمة مهمة جدا اه لو انت عاوز تعمل بقى عملت البرنامج بتاعك او عاوز تعمل تدوس طبعا على اف تسعة او تدوس على ايه على وفي بعض الانتانة لو انت عاوز تعمل آآ يعني عاوز تقفل الايه الصوت مبقاش فيه صوت في الايه في البرنامج طبعا قائمة دي مهمة جدا دي اللي بتعمل منها تدوس عليها لما بتدوس عليها بيفعلك البرنامج التاني اللي معا له طبعا احنا هنا عشان مش عامليني الدايرة فها هبيديني ديزاين لما لما بتعملها وهنشوف بعدين لما نيجي نعمل مشروع ان شاء الله هنلاقي بعد ما بندوس بيبدأ يدخلني بعد كده على البرنامج التاني اللي هو وقدر من خلال ان انا ايه احوله لدايرة عملية طبعا لو عايز تعمل حفز بنخلش على ايه على الباسورد دي بقى فيها حاجات كتير جدا لو انت عاوز تغير في الطبيعة بتاعك او طبيعة الدايرة اللي انت عاوز تطلح هنا الجزء ده بالانش عايز تخلي العبعاد المسافات ما بين المكونات بالانش بالمتر اه عاوز تخليه وقدر عامل ازاي اه عاوزوا هنا عاوزوا امريكان اه عاوزها بالامريكان عاوزها بالاوروبيان اه كل ده موجود في الجول ايه تمام انا افضل انك تسيب كل حاجة زي ما هي وما تعدلش في اي حاجة خالص اه طبعا هنشوف الكلام ده ان شاء الله لما نجي ايه نشتغل باذن الله لا بس بنقول فكرة سريعة كده عن تسطيب البرنامج وفكرة سريعة عن الجزء بتاع القوائم المنسادلة اللي هي ببساطة يعني. تمام قائمة القائمة الاخرانية لو انت عاوز تعمل لفتح مثلا تلت مشاريع او اربع مشاريع عاوز تعمل الكاسكيد. اه بتعملها بقى سواء كان من اه الطايتل اه هوروزنتل او الطايتل اه من خلال ايه اه ويندو. وفي قائمة ويندو بيفتح لك الايه كلها بيفتح لك المشاريع اللي انت فتحها يعني لما نجي لفتح كده هتلاقي مكتوبة تحت ايه واحد اتنين تلاتة وكده ايه متوزعين ورا بعض خلاص سواء استعمالهم هوروزنتل او آآ تمام من قائمة من قائمة ايه آآ ويندو طبعا ده لو عامل اكتر من آآ مشروع طبعا من قائمة نيكست نيكست ممكن تخش بقى تريجيب الاولاني التاني وهكذا. آآ البردامج جميل سهل ما فيوش مشاكل خالص آآ حلو هتحس انت شغال ان انت هتقدر تعمل ديزاين بسهولة وهتقدر تتعامل مع ايه دائرة الالكترونية وتفهم سلوك ايه الدايرة الالكترونية آآ واحدة واحدة كده ان شاء الله هتبدأ تتعامل معاه هتلاقي الموضوع سهل جدا آآ باذن الله. ده كان كلامنا على اللايف واير آآ باختصار كده وان شاء الله هنبدأ نعمل مشروع آآ على اللايف واير ونشوف آآ الدنيا عامل ازاي شكرا لكم جدا.